السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة EZ Ingeasy السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة الطلبات الصف الأول الثانوي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة معاكم مستر طالبنا من قناة EZ Ingeasy إحنا النهاردة إن شاء الله مع الوحدة العشرة واللي بعنوان الاتصالات اليوم وإحنا النهاردة تحديدا مع part 3 وده الجزء الخاص بالترجمة الجزء الخاص بالcomprehension والwriting كمان عشان الناس اللي دايما بتسأل فين التranslation فين الwriting فين الcomprehension دايما يا جماعة بيبقوا في part 3 تعالوا إن شاء الله نبدأ على طول ما نضيعش وقت مع دعاء المدلقة واللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين وأن تجعل ألسنتنا عملة بذكرك وكلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير وحزبنا الله ونعم الوكيل ونقول بسم الله نبدأ إن شاء الله النهاردة مع أول جزء وهو translate into English ترجم إلى اللغة الإنجليزية جملة باللغة العربية وحضرتك مطالبة أنك تترجمها باللغة الإنجليزية الناس اللي دايما بتسأل أنا مش بعرف أحل سؤال الترجمة إزاي أحله ساعدني هتظهر فوق عندك على اليمين دلوقتي قائمة تشغيل خاصة بحلقات الترجمة للسنوية العامة من فضلك بعد ما تخلص الحلقة دي معايا هتدوس على حرف الآي اللي فوق يعني بتلمس الشاشة لمسة بسيطة لو أنت بتستردم التليفون أو التابلت هتظهر لك هيظهر لك فوق على اليمين حرف الآي حضرتك بتدوس على حرف الآي بتظهر كل الحلقات المرفقة بالحلقة اللي حضرتك بتشوفها دلوقتي لو حضرتك بتشاهدني من على الكمبيوتر أو اللابتوب بكل سهولة برضو مجرد أنك بتقف على الشاشة بالماوس بيظهر عند حضرتك فوق على اليمين حرف الآي جوة دايرة بتدوس عليه برضو بتظهر لك زي ما قولنا الحلقات المرفقة مع الحلقة دي تعالوا بقى نشوف النهاردة جزئية الترجمة اللي عندنا رقم واحد بيقولي تعتبر السياحة في مصر من أهم مصادر الدخل القوم فصص الجملة الأول وشوف المفردات اللي أنت تعرفها باللغة الإنجليزية هترجمها إزاي من عربي الإنجليزي طيب تعتبر تعتبر كلمة considered طيب السياحة tourism في مصر يعني in Egypt من أهم مصادر يعني أنا ممكن أقول the most important مصادر يعني إيه بقى أنا مصدر يعني source مصادر يعني sources الدخل القومي يعني national income حلو جدا نبدأ بقى نرتب جملتنا باللغة الإنجليزية هبدأ أقول السياحة تعتبر واحدة من أهم مصادر لازم أنت تقول واحدة دي من عندك لأنه هو من أهم فهو واحد من أهم هي مش مكتوبة كلمة واحد من أهم بس أنت هتضطر تقولها واحد من أهم مصادر الدخل القومي في مصر يعني حضرتك هتحط في مصر دي في الآخر لأنني مش هينفع أقول تعتبر السياحة في مصر وأبدأ أقولها من أهم مصادر هي مش هتنفع معايا كده في الإنجليز الأفضل أن أحط مصر في الآخر في مصر في الآخر تعالوا كده نرتب توريزم توريزم إس كونسيدرد يعتبر واحدا من بإني أنا كلمة ما بقدرش أحط قبلها ذا وحط لها مش عارف أمطقها مش هادة أقول صعبة بصفة طويلة بحط قبلها وبعد كده أحط الصفة زي ما هي الصفة الطويلة يبقى أقول واحد من أهم المصادر يبقى هي هي كده بالظبط أكنها من أهم المصادر لازم أحط أكني بقول واحد من أهم المصادر الدخل القومي فالدخل القومي ده أحط له حرف أجر برضو في مصر وتبقى ترجمة صحيحة برضو ترجمة برضو ترجمة حرف الجر برضو ترجمة حرف الجر هنا حطت من واترجمة هنا عشان أصنف أي نوع من الدخل هو اسمه الدخل القومي فحطت واحد من أهم المصادر الدخل القومي تماما عندي جملة ثانية تعالوا نشوف لقد أصبح تعلم اللغة الإنجليزية والكمبيوتر هاما جدا في هذه الأيام الجمل اللي خاصة بالتكنولوجيا جماعة نركز عليها شوية أنا مش بقول نسيب باقي الجمل أو نسيب باقي الاقتراحات ولكن أنا مش من نوع اللي بيحب دي توقعات ولكن التكنولوجيا في عصرنا ده فيه اهتمام كبير بيها تمام حضرتك لو كنت شفت حلقات الترجمة كنت هتعرف أن كلمة لقد دي ما عنديش حاجة أسمع لقد هو لما باستخدمه هو اللي بيدي معنى لقد عشان كده بنقول شوف الحلقات اللي فوقها هتفيدك كتير طيب حضرتك هتقول لي تعلم اللغة الإنجليزية أنا هبدأ بيها تعلم اللغة الإنجليزية يعيب learning the English language والكمبيوتر under the computer لقد أصبح بقى يبقى have إيه يصبح يعني become يبقى have become حلو جدا هاما جدا very important سهلة جدا تمام هذه أو في هذه الأيام في هذه الأيام هتقول لي these days وممكن واحد تاني قول لي لا يا مستر أنا هقول nowadays صحة بردو طب نرتب بقى كده يبقى learning English language أو learning the English language and the computer have become very important nowadays أو these days زي ما قولنا وتبقى أجابتي إجابة صحيح أهي ممتاز تقدر تاخد سكرينشوت وتحتفظ بالجمل دي معاك تعالوا ننتقل للجزئية اللي بعد كده تعالوا نشوف مع بعض الجزئية التانية وهي translate into Arabic ترجم إلى اللغة العربية ناس كتير قوي مش بتواجه صعوبة في الجزئية دي لأن الترجمة العربي للغتك الأمة بتكون أسهل كتير تعالوا نشوف أول جملة The government carries out useful projects to increase the national income in Egypt مميليد نبدأ نترجم كلمة كلمة The government الحكومة carries out كلمة carry out معناها ينفذ useful projects مشروعات مفيدة to increase لكي تزيد the national income الدخل القومي in Egypt خدتوا بالكو برضو هو حاطتلي هنا in Egypt في الآخر يعني لما احنا كنا ترجمناها من شوية حطينا in Egypt في الآخر تمام كده أنا ترجمت الجملة بشكل عام تعالوا نبدأ نترجمها بشكل أو نصغها بشكل أخير يكون صحيح طيب هقول الحكومة تنفذ ولا تنفذ الحكومة لا تنفذ الحكومة مشاريع ولا مشروعات اللي اتنين صحة بس خليها مشروعات أفضل مشروعات مفيدة احنا طبعا في الإنجليزي بحط الصفة ثم الاسم فلما باجا ترجم أنا بالعربي انا بترجم الاسم وبعدين الصفة مشروعات مفيدة يبقى تنفذ الحكومة مشروعات مفيدة لكي تزيد ولا لزيادة خليها لزيادة أفضل The National Income الدخل القومي في مصر صح كده صياغة حلوة ولطيفة تنفذ الحكومة مشروعات مفيدة لزيادة الدخل القومي في مصر صياغة سلسة وصحيحة تعالوا نشوف الجملة التانية It is important to eat fresh vegetables and the fruit daily جملة سهلة ولطيفة طيب بيقول لي من الضروري أو من المهم طبعا ضروري خليها necessary لا important خليها من المهم من المهم to eat أن تأكل fresh vegetables خضروات وفواكه خلي بالك عشان عندك and the fruit يبقى خضروات وفواكه تزجة ولا خضروات تزجة وفواكه لا طبعا خضروات وفواكه تزجة daily يوميا أو بشكل يومي طبعا يوميا أفضل كلمة واحدة هي كلمة أديت كلمة فده أفضل يبقى أنا كده ترجمت بشكل عام تعالوا نبدأ نصيغ الجملة بشكل صحيح يبقى من المهم تناول ولا أن تأكل أنا كنت قلت تأكل أو أن تأكل تناول أفضل يبقى من المهم تناول الخضروات والفواكه الطازجة يوميا دي صيغة جميلة أهي من المهم تناول الخضروات والفواكه الطازجة يوميا ده يعني زي ما بنقول كده أفضل طريقة ترجمة الجملة تعالوا ننتقل للنقطة اللي بعد كده جزئية جزئية القطعة الفهم في ناس بتحب تقرأ الأسئلة الأول زي ما اتفقنا لو أنت من النوع ده روح يقرأ الأسئلة الأول وتعالى أرأ القطع بس بعد إذن حضرتك ما تجربش تجيب الكلمات المتشابهة من الأسئلة وتشوفها فين هنا في القطعة وتبدأ تحل لأ برضو تفهم القطعة وتبدأ تحل صح مش كل الأسئلة بتيجي بشكل مباشر ممكن أسئلة محتاجة تفكير ممكن أسئلة هتحتاج أنك تطرح تاريخ من تاريخ عشان تطلع عمر حد أو تطلع هو مات إمتى أو عاش إمتى أو عاش كم سنة يعني في حاجات كتيرة قوي ممكن ما تبقاش أسئلتها بشكل مباشر فده بيتطلب من حضرتك أنك تفكر شوية فبالتالي دايماً بننصح أننا نقرأ القطعة بفهم طيب A dictionary is very important for all learners of English القموس مهم جداً لكل متعلم اللغة الإنجليزية It gives them the different meanings of a word بيعطيهم المعاني المختلفة لكلمة واحدة Most dictionaries معظم القواميس help them to pronounce بتساعدوا منهم ما ينطأوا a word الكلمة correctly بشكل صحيح by using pronunciation symbols باستخدام الرموز أو رموز النطق رموز النطق طبعاً دي اسمها transcription لو أنت حابب تعرف رموز النطق اللي بتبقى جمب كل كلمة لما بتكون بتستخدم قموس إنجليزي إنجليزي هتلاقي ال pronunciation symbols دي الرموز بتاعت النطق اسمها transcription By the way يعني Moreover علاوة على ذلك It shows the learner بتوضح للمتعلم How to use the word كيف يستخدم الكلمة By giving him examples بإعطاءه أمثلة in sentences في جمل يعني بتديه الكلمة اللي هو بيدور عليها داخل جمل However ومع ذلك When you find a new word لما تجد كلمة جديدة It isn't a good way مش طريقة جيدة of learning في التعلم تعلم اللغة تحديدا A language to think of using a dictionary إنك تفكر إنك تستخدم قموس all the time طول الوقت لا أمه الأفضل It is better for you to try to understand the ideas of the passage من الأفضل لك إنك تحاول لتفهم أفكار القطعة and guess the meaning وإنك تخمن المعاني of the difficult word للكلمة الصعبة إنك تخمن المعاني بتاعت الكلمة الصعبة لإني ممكن يقول لي هكذا معنى وتشوف المعنى المناسب للقطعة اللي أنت بتقرأه You can look at the letters or spelling of the word and try to remember other similar words which may help you تقدر تبص على حروف الكلمة والسبلنج بتاعها طريقة كتابتها وتحاول تفتكر كلمات متشبهة اللي ربما تساعدك تجد the meaning إنك تحصل على المعنى you want اللي أنت محتاجه يعني ممكن تبقى كلمة مشتقة كلمة طويلة جدا زي كلمة dangerous مثلا dangerous مشتقة من danger هنتخيل أن أنا مش عارف يعني dangerous لكن أنا عارف danger يعني خطير يعني خطر فبالتالي danger خطر فممكن dangerous حولت إلى صفة ممكن أنا خمن كده فلما أجي أقول أني danger خطر فأنا ممكن أقدر استصيغ المعنى بتاع dangerous أنا بقول طبعا كلمة سهلة على سبيل المثال بس عشان المعلومة توصل if these two ways لو الطريقتين دول are not helpful مش مساعدين ليك إنك أولا تحاول تخمن معنى الكلمة إن الطريقة التانية إنك تحاول تشوف بتاع الكلمة وحرفها وقد يكون أنت عندك كلمات في ذاكرتك تقريبا فيها نفس الحروف الطريقتين دول لو ما نفعوش get your dictionary هات القموز بتاعك and look it up وابحث عن الكلمة خلي بالك إنك تبحث عن كلمة في قموز أو إنك تبحث عن معلومة في موسوعة أو كتاب إحنا بنستخدم مع الموضوع ده look up يبحث عن كلمة أو معلومة some books بعد الكتب have many dictionary فيها قموز مصغر تعالوا نستكمل مع بعض باقي القطع آخر جزئية على نوع في القطع في السلايد اللي فات some books have a many dictionary at its end بعض الكتب بيكون فيها قموز مصغر في نهايتها ده المعنى اللي هو بيقول إن جملة ما كانتش كاملة The computer dictionary القموز اللي بيكون على الحاسوب is the latest dictionary هو أحدث قموز هو أحدث قموز that has many advantages اللي بيكون لي فوائد عديدة over older ones على يتفوق فيها على القواميس القديمة It's important to use trusted dictionaries من المهم جدا إنك تستخدم قواميس إن تتثق فيها which should give you the accurate اللي تديك the accurate meaning المعنى الضقيق because there are some dictionaries لأن في بعض القواميس which are very weak اللي بتكون ضعيفة جدا or not trusted غير موثوق بها Some words بعض الكلمات have more than one meaning بعض الكلمات لها أكثر من معنى So be careful لذلك كون حريص to decide إنك تكرر on which one is appropriate أي واحدة مناسبة كلمة appropriate يعني مناسب المعنى المناسب to the context للمحتوى you are reading اللي انت بتقرأه يعني ممكن يبقى المعنى كلمة واحدة لها خمس ستة معين فبالتالي انت بتكرر المعنى المناسب للمحتوى اللي انت بتقرأه ثانيا على اليمين فوق دلوقتي هيظهر لك حلقة أنا كنت بتكلم فيها عن القواميس وإيه هي القواميس اللي أنا بثق فيها وبنصحك إنك تستخدم لما هتروح تتفرج كمان على الفيديو ده تحت الفيديو في الوصف حضرتك هتلاقي اللينكات الخاصة بالقواميس دي سواء كان لينك تحميل أو لينك إنك تظهره على المتصفح بتاعك لإني في قموس تحديدا أنا كنت بتكلم عنه ما بنقدرش نحمله لإنه بفلوس وغالي بصراحة فلكن بنقدر نتصفحه مجاني على الإنترنت بشكل عادي فشوف الحلقة برضو عشان لو حضرتك حابب تستخدم قواميس تساعدك في النط عشان ناس اللي بتحب تطور نفسها بما إن نحن بنتكلم عن قواميس طيب النوعية الأولى من الأسئلة اللي بنواجهها أسئلة الاختيارات أول سؤال عندي لما بتلاقي كلمة جديدة أنت مش عارفها أنت يجب أولا أن تفعل تعمل ايه في الأول يا جماعة احنا قلنا أول حاجة تعالوا كده أنا بس الاختيارات تبحث عنها يعني في قموز ولا تخمن معناها ولا تسأل شخص ما عنها احنا ما أخذناش الجزء دي خلص مش موجودة ولا انساها يا عم وكبر دماغك لا طبعا احنا قلنا لو في كلمة انت مش عارف معناها انت يجب الأول انك تخمن معناها الإجابة guess its meaning مظبوط جدا تاني سؤال عندي A good dictionary helps you to pronounce a new word by knowing space القموس الجيد هو اللي بيساعدك انك تنطق الكلمة بمعرفة ايه تعالوا نشوف الاختيارات its different meanings معانيها المختلفة its parts of speech الإعراب بتاعها ده معنا كلمة parts of speech الإعراب بتاعها ولا the pronunciation symbols رموز النطق ولا the sentences in which it is used ولا الجمل اللي هي بتستخدم فيها طيب يا جماعة نقطة بس مهمة جدا ال pronunciation symbols دي انتو مش بتعرفوا تستخدموها المفروض اني مدرس متخصص لاني احنا بندرسها في الجامعة عشان نبقى مدرسين انجليزي بندرس symbols دي في مادة اسمها fanatics مادة الصوتيات حضرتك مش مطالب انك تعرف الرموز دي لانك مش هتفهمها عشان بس تكون واضح معايت المهم هو بيقول لي a good dictionary القموس الجايد بيساعدك انك تنتقى الكلمة بمعرفة ايه انك تكون عارف ايه الرموز بتاعة النطة تمام جدا the pronunciation symbols هاي الاختيرة الصحية سؤال اللي بعد the dictionary القموس helps the user بيساعد المستخدم by giving him بإعطاؤه بيساعده بإعطاؤه ايه يا جماعة the meaning only المعنى فقط examples only امثلة فقط neither the meaning nor examples ولا المعنى ولا الامثلة ازاي ايه اكده مش قموز both the meaning and examples كلا المعنى والامثلة فكلا واضحة الاجابة القموز بيساعد المستخدم بانه بيديله حكتين المعنى والامثلة مظبوط جدا الاجابة number D صح both the meaning and examples اخر سؤال عندي في الاختيرات the word appropriate means كلمة appropriate تعني للاسف انا كنت قلتها طبعا بالعربي وانا بترجم اتمنى ان انت تكون نسيتها بس عشان نقدر نطلع نخمن so be careful to decide لذلك كن حريص انك تكرر on which one اي واحدة منهم is appropriate to the context ايه للمحتوى اللي انت بتقرأ you are reading احنا قلنا appropriate انك تكرر لانه بيديني كذا معنى انك تكرر المناسب للمحتوى اللي انت بتقرأه حلو جدا wrong يعني خطأ easy يعني سهل difficult يعني صعب ولا suitable يعني مناسب يبقى كده the word appropriate means thoughtable مزبوط جدا مناسب تعالوا مع بعض ننتقل لأسئلة answer على القطع part b الجزء رقم b answer the following questions اجب على الاسئلة التالية do you agree هل تتطفق that we shouldn't ان احنا لا يجب use ان احنا لا يجب ان احنا نستخدم a dictionary قموس all the time طول الوقت why why not لما او لما لا يعني هل تتطفق ان احنا لا يجب ان نستخدم قموس طول الوقت لماذا او لما لا ليه لو انت قلت نعم لو انت متفق ان احنا ما نستخدمش ولما لا لو انت قلت لا انا مش متفق يا جماعة لازم نستخدم قموس طول الوقت قديني شرحتها طبعا الطبيعي ان انا بتتطفق ان انا طبعا لك متقل حرية ولكن answers may vary يا جماعة الاسئلة ربما تخ الاجابات انا يا اسف ربما تختلف من شخص الاخر ولكن الطبيعي ان انا ايوة طبعا انا موافق على ان انا مش لازم استخدم القموس طول الوقت لاني انا قطعة مديني النصيحة دي انك مش المفروض انك تستخدم القموس طول الوقت ف yes I agree نعم انا موافق طب ليه بقى ليه انت موافق على انك مينفعش تستخدم القموس طول الوقت لاني we should learn احنا يجب ان احنا نتعلم how to guess the meanings ازاي نخمن المعاني of the words معاني الكلمات المفروض ان هو قيله كده انك حاول تتعلم ازاي تخمن معاني الكلمات هقولها ازاي بقى تاني يبقى yes I agree نعم انا اوافق we should learn يجب ان نتعلم ازاي yes I agree we should learn how to guess ان احنا ازاي نخمن the meanings معاني of the words معاني الكلمات طب السؤال اللي بعدي think of other ways فكر في طرق اخرى to know the meaning انك تعرف المعنى of new words للمعاني الجديدة if you don't have a dictionary لو انت معكش قموس الطرق الى معه اللي ممكن اعرف بها معنى الكلمة وانا مش معها قموس لو انا مش معها قموس طيب احنا هو قال لي خمن صح كده ده من ضمن الاقتراحات اللي هو اقتراحها علي فانا هقول له انا هقرأ الجملة كاملة اللي احنا بنقول لها context كلمة context يعني محتوى او الجملة كاملة يعني فانا هقول له انا هقرأ ال whole sentence الجملة كاملة وحاول اخمن and try to guess the meaning of the difficult word ان انا اخمن معنى الكلمة الصعبة او او ممكن انا طبعا ان انا قلنا الاجابات ممكن تختلف هقول او or i ask my teacher اسأل معلمي or one of my friends او واحد من اصدقائي انتهى الموضوع على كده مش انت بتقول لي think of other ways انا فكرت في طرق مختلف اهي اول حاجة i read the whole sentence انا بقرأ الجملة كاملة and try to guess the meaning وحاول اخمن المعنى of the difficult word الكلمة الصعبة or انا بديك بقى كذا طريقه or i ask my teacher بسأل معلمي or one of my friends او واحد من اصدقائي لو كان يعرف المعنى بتاع الكلمة دي بس كده انا بديتك كذا طريقة من دمن الطرق الطرق اللي هو اقترحها علي اننا حاول اخمن معنى الكلمة السؤال الاخير do you prefer using a paper dictionary or a computer dictionary and why هل تفضل استخدام القاموس الورقي او القاموس الالكتروني اللي هو على الكمبيوتر and why ولماذا طيب انا عن نفسي بفضل استخدام طبعا اللي على الكمبيوتر لانه اسرع واسهل واني كمان مش باضطر ان انا اقرى اللي قلنا عليها pronunciation symbols اللي هي الرموز لا ده هو ممكن ينطقلي بشكل سريع وبشكل اسهل يبا انا هقول له I prefer طبعا لك منطق الحرية ممكن واحد تاني يقولي لا انا بحب ال paper dictionary انا عنديش اي مشكلة احنا بنقترح اجابات مش اكتب يبا I prefer a computer dictionary because it is easier لانه اسهل to look up a word لكي تبحث على كلمة احنا اخذنا look up في القطعة و قلناها to look up a word لكي تبحث عن كلمة and it can pronounce ويقدر ينطق the word for me الكلمة ليا بكل سهولة طبعا تمام تعالوا نشوف جزئية ال writing الكتابة والأسي اللي بتطلب مني اللي هو 150 كلمة الموضوع مش صعب الموضوع مش صعب تعالوا نشوف write an essay اكتب مقال of about 150 words عبارة عن 150 كلمة on social networking sites عن مواقع التواصل الاجتماعي تكنولوجيا جماعة اللي احنا عمالين بنكلم عليها وcommunications today وسائل الاتصال اليوم تعالوا نشوف ازاي نقدر نستخدم ال social networking sites مواقع التواصل الاجتماعي زي فيسبوك تويتر انستجرام حاجات كتير جدا عمالها بتظهر كل شوي بالموضوع الاسي اللي عندي احنا نراجح خطوات الاسي بسرعة قلنا اقل حاجة عشان اقدر اقول ان انا كاتب اسي يكون عندي two paragraphs طبعا احنا ما بنفضلش انه يبقى two paragraphs بس المفروض يبقى ثلاثة قلنا الاول بحط فيه المقدمة التاني بحط فيه لب الموضوع والتالت انا باختم به طب ممكن يا مستر يكونوا اكتر اه طبعا احنا قلنا ممكن يبقى خمسة ستة عشر عشرين بارجراف ما عندناش اي مشكلة ولكن انا طبعا عشان اغطي المية وخمسين كلمة فاقل حاجة three paragraphs زي ما احنا قلنا مع بداية كل بارجراف انا بسيب مسافة بداية كل جملة انا ببدأ بحرف capital نهاية كل جملة انا بحط نقطة علامة استفهام او علامة تعجب عشان اعرف المصحح اني انا نهاية الجملة بتاعتي دي اسمها punctuation rules فدي انا بتحسب عليها شكل البراجراف يا جماعة بتحسب علي بشكل عام كل بارجراف انا بتحسب عليها ادي بارجراف انتهى هنا ابتدت بارجراف جديد اهو سيبت مسافة انتهى هنا ابتدت بارجراف جديد هنا انتهى هنا ابتدت بارجراف جديد هنا اللي هو الخاتمة يبقى انا كده عندي one two three four paragraphs تعالوا نشوف social networking sites مواقع التواصل الاجتماعي enable us تمكننا to stay in contact and نبقى على التصال with friends مع أصدقائنا and the families والعوائل بتاعتنا العلاء and also help us وبتساعدنا أيضا to expand our horizon by getting in touch with people of similar tastes likes interests and ideas وبتوسع الأفق بتاعنا بتمد الأفق بتاعنا بان احنا نقدر نتواصل مع ناس لديهم نفس الحس نفس الزوق يعني نفس الزوق بتاعت نفس الأشياء اللي بيحبوها ونفس الاهتمامات والأفكار إني حضرتك بداية فيسبوك لما كنت بتبدأ بتكتب هواياتك القراءة واللغة وتعلم اللغات مثلا وكده وكده تبص تلاقي الناس اللي بيقترح عليك اللي هم عندهم نفس الاهتمامات الناس اللي سكنة قريب منك الناس اللي فيه ما بينك وما بينهم حاجات مشتركة طبعا ظهر بعد كده ده الكلام ده في البداية ظهر بعد كده حاجة اسمها mutual friends اللي هي أصدقاء أنا ما بيني وما بينه وكم صديق دي ما كانتش في الأول على فكرة المهم خلص أول بارغراف وأول بارغراف ده أنا بدي مقدمة للشخص القارئ بتاعي وهو المصحح طبعا أنا هتكلم إزاي وهتكلم عن إيه The most commonly used social networking sites are Facebook Twitter YouTube and Instagram دول لده أنا كلمت عنهم في الأغوى الأصلي بيقول لي أكثر مواقع التواصل اجتماعي شهرة هي الفيسبوك والTwitter والYouTube والإنستغرام where one could express حيثو ما يستطيع الفرد مننا أنه يعبر their views express their views on public matters أنه يعبر عن views وجهات النظر بتاعته on public matters على العامة العامة يعني عامة الناس ده المقصوب بيها About 60% حوالي 60% of the Egyptians من المصريين use these sites بيستخدموا هذه المواقع They use them in average بيستخدموهم في متوسط 30-40 hours away بمتوسط من 30-40 ساعة في الأسبوع طبعا في ناس أكتر احنا بلهم متوسط نهى الفكرة دي هنا خلاص أنا كده شكرا للبارغراف ده هبدأ بارغراف جديد Apart from connecting with people online business is possible with the help of social networking sites بعيدا عن التواصل بين الناس العمل على الانترنت ممكن بمساعدة المواقع التواصل الاجتماعي ان يكون عندك بيزنس ان يكون عندك أعمال على مواقع التواصل الاجتماعي بقى أصبح ممكن مش شرط ان انا تواصل مع أصدقاء في ناس كتير بتعمل اعلانات على الفيسبوك there are specific sites especially for jobs في مواقع تانية مع محددة تحديدا للوظائف and marketing والتسويق which make transactions much easier and faster اللي بتجعل التبادل المالي transactions الحوالات التبادل التجارة أسهل وأسرع however انتهى كده خلاص من ده however ومع ذلك يبدأ هنا بغير لخص الأفكار كلها along with the advantages also come some disadvantages ومع ذلك على الرغم من كثرة الفوائد بتاعة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي برضو في بعض disadvantages المساوي first أولا the social networking is available for adults and teens مواقع التواصل الاجتماعي متاحة للكبار والمراهقين so لذلك the features are only for adults and do not suit children لذلك المواقع دي هي فقط للبالغين وليست للأطفال لكن طبعا هتلاقي أخوك اللي في ابتدائي عنده account على facebook بالرغم ان هم مشترطين ان العمر ما يقلش عن 18 سنة ان العمر ما يقلش عن 18 سنة في بعض المواقع طبعا يعني احنا بنحدد المواقع اللي بتهتم بكده وفيه وفيه معظمهم اصلا بيطلب منك لما بتيجي اتدخل تاريخ الميلاد ويلاقي ان سنك اقل من العمر المسموح يقولك اسف مش هادر دخلك لكن طبعا كلنا بنقول ان احنا بنكتب تاريخ ميلاد ادين كل الاطفال حتى بيعملوا كده ثانيا في بعض الجرائم بتحسن الافعال الجرمية والاطفال ممكن يقلدوا الاشياء في حياتهم الاجتماعي ثالثا انك تتواصل انك تتصل بهذه المواقع بتاعت النتوركين تحتاج فلوس اكتر يقصد تحديدا بالمواقع دي ان في بعض المواقع طبعا مش كل الناس قدرت توصل بالمواقع دي ولكن في بعض المواقع يبدأ عشان يفعلك بعض الخدمات على الموقع عنده يطلب منك انك تدخل يبدأ يطلب منك ان فيه اشتراك شهري او سنوي عشان يقدر يفتح لك اللي انت محتاج ها عشان تتواصل مع دوت او عشان تتواصل مع دي لازم تدفع مبلغ معين عشان يكون اشتراكك مفاعل وتكون قادر انك تقرأ رسائل مثلا كلنا طبعا شفنا بعض المواقع اللي لو انت ما وصلت لهاش مش مشكلة بس يعني فعلا فيه مواقع كده التواصل الاجتماعي بيطلب منك فلوس فدي بتحتاج فلوس كتير لانه طبعا بيطلب منك بالدولار ادي المواقع او ادي الموضوع التالت اللي هو يقصده ان فيه بعض المواقع التواصل بتحتاج فلوس كتير دي المساوئ بتاعة مواقع التواصل الاجتماعي الموضوع هو مكوى من فور باراجراب اخطينا المية وخمسين كلمة بكل سهولة قلنا ان الحرف الحرف اللي هو اسمه ايه او انا على سبيل المثال ده بيتعد قلنا ان حرف الجر تو بيتعد حرف الجر اين بيتعد انه كلمة انا معه فبالتالي انا اقدر بكل سهولة احقق المية وخمسين كلمة مبقاش متدايق وبقى حاسس ان الموضوع صعب لا بالعكس جدا الموضوع سهل جدا بس انت ركز ورتب افكارك هتوصل بكل سهولة وتعدي كمان المية وخمسين كلمة بص لا نفسك يعني المية وخمسين كلمة خلصوا وانت لسه ما تكملتش باقي افكارك هنا بنكون وصلنا نهاية حلقتنا ياريت ما ننساش لايك وشير وما نحرمش الغير لايك وشير وما توقفش الخير لو حضرتك او حضرتك مش مشتركين في القناة يسعدنا اشترككم وانضمانكم لأسرة القناة ياريت كمان ما ننساش نفعل زر الجرس لاني مع تفعيل زر الجرس ده بيتحلك انك تكون متابع اول باول لاني مع نزول كل حلقة جديدة هييلك اشهار ان فيه حلقة جديدة نزلت تقدر بكل سهولة تبحث عن الحلقات الصادقة لنا على اليوتيوب باستخدام الكلمات التالية ايزي انجليزي اولى ثانوي كلمات الموجود الاخواص على يوتيوب هتظهر لك كل الحلقات الخاصة بقناة ايزي انجليزي والخاصة بمنهج اولى ثانوي على الشريط اللي تحت بيظهر هاشتاج باللغة الانجليزية لو استخدمته في البحث على فيسبوك هيظهر لك الجروب والصفحة بتاعتنا يسعدنا طبعا ويشرفنا انضمان كلين على الصفحة وعلى الجروب اتمنى يا رب ان انا اكون ادارة اساعدكم اوافدكم النهاردة انا معكم مستعطال بنا من قناة ايزي انجليزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة